نرجع لأحلى الكلام عن الكابتن صالح سليم كابتن صالح سليم يعني لو لخصت الكلام في دقايق معدودة هتلاقي أنت في حياتك عمتني يعني في مشوارك يعني من أول ما تبدأ تندق أو تفهم أو تبقى مدرك للأحداث والظروف والمجريات والمواقف تعرف كويس جدا 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 أنت في حياتك بتقابل عدد من الأشخاص أو عدد من الناس الناس داية بيبقى لهم مواقف عندك بيبقى لهم مواقف قدامك بتسمع عنهم بتسمع منهم يعني بتسمع عنهم أو بتسمع منهم على ضوء الكلام اللي أنا أقوله من شوية ده يعني يبدأوا يكبروا في نظرك جدا جدا لحد ما يموتوا وبعد ما يموتوا يبدأوا يكبروا 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 في نظرك جدا 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 والحكس صحيح في الظل كل اللي أنت بتشوفه منهم أو بتسمع عنهم أو بتسمع منهم في ناس على العكس يبدأوا يصغروا 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 لحد ما يموتوا في الأول اللي بيفضل يجبر 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 لحد ما يموت في نظرك لما حتى بيموت برضو بيفضل كبير في نظرك بتفتكروا بكل خير وتفتكروا وتقول ده كان وكان 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 على النقيد التاني اللي بيفضل يصغر يصغر ما هو كلها يموت إنها الحقيقية والحتمية والمعروفة لكل العالم الأجمع التاني اللي بيفضل يصغر يصغر ده يعني هتقول جملة وحيدة بس اذكروا محاسنة موتاكم على النقيد شتان الفارق ما بين الأول والتاني انت عايز تبقى أنه من أنه صنف الأول اللي بيفضل يجبر 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 في نظر الناس لحد ما يموت ولا التاني اللي بيفضل يصغر 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 لحد ما يموت كابتن صالح سليم هو معنى كامل للرجولة الحقيقية وفيه فرق بين حكتين النوع والمعنى النوع والمعنى النوع ذكر لكن المعنى راجل اللي فيه يعني فرق كبير جدا ما بين ده وده الرجولة لها صفات يعني كتير جدا ناس كتير قوي ممكن يبقى أشاب أو أشبه بالرجال لكن مواقفها أبدا أمرها ما لها صلة بمعنى الرجولة عشان كده بقول لحضراتكم هو ما يعني تقال عليه كلام كتير وناس أكتر مني وأعظم مني وأكبر مني وأحسن مني وكل حاجة ممكن تقولها عنهم يفوقوني بكتير جدا نتكلموا علي هو أسف الكلمة على كابتن صالح وتكلموا كلام كتير جدا بالتفاصيل أو عشروا أكتر بكتير جدا مني لكن قالوا معنى كبير جدا على كابتن صالح لكن أنا من وجهة نظري أنه المعنى الحقيقي للرجولة الكاملة في التصرف والوضوح في الصراحة في المواجهة في اتخاذ القرار في القيادة في فرق كبير جدا ما بين الإداري والقيادي الإداري تقدر تنظم حاجات ترتب ورق تعمل أسس تعمل جداول لكن القيادة ده إزاي يواجه إزاي يتعامل إزاي يقود وهما يقود يقود فرقة بحجم وقيمة النادي الأهلي أو نادي بحجم وقيمة النادي الأهلي مش على المستوى الفني بس أو آسف مش مستوى المحلي بس ده كمان على المستوى الإفريقي يعني عنده يعني رصيد كبير جدا جدا من حب الناس حتى بعد وفاته بعدد كبير جدا من السنين رحم الله كابتن صالح سليم ذكراها تفضل حوالينا بحاجات كتير جدا مش ممكن ننساها من الحاجات اللي يعلمها لك أو اللي بعديه يعلمها لك أن أنت عندك رموز وقيادات وكبات وناس أكبر منك حتى لو اختلفت معاهم لازم تختلف معاهم بشكل يليء بإسمه ومكانة النادي الأهلي الرموز والقيادات ورؤساء الأندية بالنسبة لك يعني أنا مش للسرد الكامل يعني لكن للمعنى اللي عايز أقوله يعني من أول مثلا بعد فترة من الزمن فريق مرتجي وكمان كابتن صالح سليم كابتن محمد عبدالصالح الوحش كابتن صالح سليم مرة تانية كابتن حسن حمدي مهندس محمود طاهر كابتن محمود الخطيب قيادات وقامات وأساطير في عالم الإدارة كل التحية والتأدير ليهم جميعا على يعني تمسكهم بمبادئ النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي والرسائل اللي هم بيرسلوها أو بيظلوا يحتفظوا بيها عشان يفضل النادي الأهلي ومكانته فوق الجميع وقلت مرة من هنا من خلال ملعب الأهلي قلت البطولة إن اسمك يعيش مش البطولة إن إنت اللي تعيش إنت هتموت هتموت مفيش نقاش مفيش جدال لكن اسمك يعيش اسمك ده هيعيش بالمبدأ واسمك ده هيعيش بالسمعة واسمك ده هيعيش بالمواقف بالكلمة بالأحداث بالقيادة كانوا كلمتين يعني مهمين أو إن أنا أقولهم في ذكرى أو ميلاد كابتن صالح سليم أنتوا كمان على صفحتنا على صفحة قناة الأهلي شاركونا بكلمة في ذكرى ميلاد الميسترو صالح سليم